خلينا نفتكر كده أول دور عملته خالص فاكره فاكر تفاصيله فاكر دخولك اللوكيشن والرهبة بتاعت الكاميرات وهل انت كنت راضي عن أدائك فيه ولا لأ أول دور أنا عملته في السينما والتلفزيون لاتنين كان ألف مبروك ففي ألف مبروك أصلاً ده كان بسبب المسرح نحن كنا اشتركنا بعرض في خالس فيا ودير كان في مهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي في دورته العشرين والفترة دي كان مهرجان القاهرة الدولي ده يعني كان حاجة أسطورية كان الدول العالم كلها جاي تتنافس وكانت في حاجة قيلة جداً يعني فكان فيه معانا ستة وستين دولة مشاركين بعروض وإحنا كنا من العروض اللي بتنثى مصر فأخدنا أفضل عمل جماعي وكما نظن الناس اللي موجودة في الجمهور هو دكتور خليل جلال اللي هو حالياً رئيس قطاع الإنتاج الثقافي لأنه كان ساعتها مشارك برضو في المهرجان بعرض أهوة سابق وخد ساعتها أحسن إخراج بحقيقة فهو شافني في العرض فكلمني بعدها وقال لي إنه لو نافعي أنا أكون موجود معاه فأنا قلت أنا كنت ساعتها طبعاً بشتغل في اسكندرية في شركة أقلات أو كهزة طبية ومشان أقلت له بتاع فقلته صعب أن أنا أعمل ده لأنه بيتطلب التزام قاسي الحقيقي في البروفات بتاعته لكن تواصلنا مع بعض لما جوم يعملوا فيلم ألف مبروك كان فيه توجه إنهم يعملوا مع وجوه جديدة فلجأوا الأستاذ خالد جلال عشان يعمل يشاور لهم على الناس الجديدة وخصوص أنه هو طالع بورشة عظيمة طالع منها عرض قهوة سادة فهو رشحني في الدور اللي أنا طرعت فيه فلما جيت عملت الدور أنا طبعاً كنت ألقان بقى قوي من حاجتين الحاجة الأولانية أنا ممثل مسرح في الأساس ودائماً يقول لك إن ممثل المسرح بيبقوا أوفر في السينيمون تلفزيون فأنا كنت ألقان غير كده الدور بتاعي محتاج كتب أستاذ أحمد حلمي كتير جداً فأنا الآن مش عارف بقى التعاملات لا متعاملتش معهم قبل كده فأنا نجوم في وسط سينيمائي فأنا الآن مثلاً تقول كلمة زيادة ولا تعمل حاجة مبايرة فتحصل مشكلة تخوف بقى فأنا يعني الأول الآن حرفياً أول مشهد صورته ما كانش فيه مشكلة أنا ما كانش فيه كلام كتير كان مجرد أطعت الطريق ومشيحتيه بتاعه تاني مشهد بقى اللي هو كان الاحتكاك الرئيسي بحمد حلمي ولعبك معاه فأنا بسوق وبرجع وبعدين هو بيكتب حاجات فأنا بقوله إيه اللي انت كتبتو دا؟ مفترض حسب الوراء إيه اللي انت كتبتو دا؟ لما فيش أي حاجة بيقطعه وخلاص فهو سازح ما تحلمي بيليه ده أنا بكتب خواطر فهو لما قال بكتب خواطر قلت أنا قلت له قطع خواطرك على طول على الهواء قطع خواطرك لمويتك خلاص خلاص يقطعه جميل بقى عند الرجل ده أيوه يعني تعتبر في المشهد دا وات كلمة قطع خواطرك دا هي تعتبر شبه الإفهلي موجود في المشهد في عرف بأسائب موجود أن النجوم هما اللي يقولوا الإفهات آه ما يحبش حد يعلي عليه ويضايقوا لو بعض يعني النجوم يضايقوا لو أنت علت عليه أو في حاجة إخراج وإحنا بنعيد المشهد دا المشهد بيتكرر أكثر من مرة أنت بتصوى في الشارع قالك ما تقولش جدا مثلا فحد من الإخراج يوقف وأما قيل ليه جميل يا خميس والله يا حلو وتعمل حلو جدا ما تقلقش بس بلاش تقول الكلمة دي فأم أحمد حلمي رد أما قيله ليه الكلمة حلوة فده ده بني آدم عنده ثقة في نفسه وبني آدم نظيف طبعا إنه مش فارق معاه أنه أقول الكلمة اللي تخطف النظر شوية ولا بتاع لأنه هقدر يقول خمسمية كلمة تانية على مدار الفيلم تخطف كل النظر في الفيلم فأنا يعني بشكره جدا مع ده على الرغم أنه ما فيش أعمال جماعتنا بعد كده بس فكرهاله لسه يعني ما لسهاش ده شخص يعني عنده ثقة في نفسه وشخص نظيف كفرد الهب يعني خلينا نروحه وده كان مسلسل حقق يعني مشاهدة كانت خطيرة وكان ستايله كان جديد في الدراما شوية وناس اتفجأت بيه وحبيت ورحبت بيه جدا يحكيني كده عن التجربة كانت عاملة زي التجربة دي مش أول تجربة تجمعني بأستاذ يوسف أنا أول تجربة تجمعني بيه كانت تاني تجربة ليه على مصالفة فني إجمالا أو تالت تجربة مصالفة فني إجمالا اللي هي رقم مجهول وده برضو حق نجاح كبير جدا رقم مجهول ده تقريبا العالم كله العربي كان بيتفرج عليه فلكن في كفرد الهب سنة الحنطلية فرصة ما بتسمعش في المعتاد اللي هي إيه؟ إن أنا أعمل دور ليه طبقات ليه يا رسول الدور أصلا مش شرير آه لكن هو مناطق معينة بيبقى طاف جدا وحاد جدا فيبان شرير وفي مناطق تانية بيبان إنسان جدا خايف من شيخ الغفر وقلقان منه ومناطق تانية بيحاول يساعد الصحة لما بيشوفه فالدور ده كان فيه المساحة بتاعت التلوين دي في المنطقة الرمادية وأنا عشان كده سعيد بها تدور جدا الحاجات التانية زي ما كنت بتكلم على أستاذ أحمد حلمي تقدر تقولي نفس الكلام بشكل يمكن برضو منطبق عليه تماما على عليوسف شريف اللي معندوش مشكلة خالص إن الممثل اللي قدامه يبقى ياخد المشهد ياخد وضعه تماما عن مستوى التمثيل ويساعده هو في ده فكان شيء جميل وممتع ده كان رابع عمل يجمعني بأستاذ أحمد ناد الجلال كان مخرج وأستاذ أحمد ناد الجلال ده يعني قيمة عظيمة يعني ألف مبروك أول عملية كان مع أستاذ أحمد ناد الجلال رقم مجهول كان مع أستاذ ناد أحمد ناد الجلال فاصل ونعقول كان مع أستاذ أحمد ناد الجلال كفرد الهاب كفرد الهاب هو أحد المحطات المهمة في حياة الفنية اللي تسببت إن الشارع شافني بشكل مختلف واللي تسببت ان انا بقى عندي فقة اكتر شوية شوية في المنطقة التمثيلية عندي يعني فانا سعيد جدا بالتجربة ديات وسعيد بكل تجارب مع يوسف الشريف والمناسبة هو انسان على المستوى الشخصي هو نادر ظهور في الميزيا وفي الحديث بتاعته وعنده اشكالية كبيرة اه فعشان كده انا مش عارفة اجمع شخصية يوسف الشريف عاملة ازاي برا ده شديد الجمال وعلى حد من الثقافة دي نقطة مهمة وفار مختلف كمان عشان كده اللي انا بقوله ده عشان كده الفنان في رأي الخاص لازم يكون عنده حد ادنى من الثقافة طبعا يعني انت في الاخر الميديا دي بتتحكم في الناس انت بتقدم ايه وبتقدمه ليه طبعا فكرة التسلية والانتراتيلمنت مهمة جدا لازم يكون في تسلية لازم وانا بشوف الحاجة كون مستمفع بلا بشوفه لكن المحتوى الثقافي ايه دي ما بتطلعش غير من فنان مثقف شوفي الاجيال المؤثرة عندنا هتلاقيها كده نور الشريف مثلا الله يرحمه يا رب وتشوفيه هو بيتكلم في اي حاجة بيقول وجهة نظر وبيطرح وجهة نظر شوفي الجيل كله هو في اي لقاء جيل ده هو في اي لقاء بيتكلم ازاي وبيقول ايه الحد الادنى من الثقافة ده مهم جدا وده متوفر عند يوسف الشريف انا عشان كده بيكون سعيد جدا انا بشتغل مع جو دايما ايو عشان كده انت في الاول قلتلي ان انت بتحاول ان انت تقدم المعلومة في فيديوهيتك بس في نفس الوقت ان انت تحاول تحافظ على ان الناس ما تزهقش وتفضل تكمل الفيديو الاخر وده ما حاجة نقطة صعبة جدا هي صعبة شديد صعوبة الله ينور عليك والله انت حلو ان انت اطرحت النقطة دي بشئت الكلمة دي لان بيبقى سهل ان انا العب على منطقة تسلية كده وخلاص وبيبقى لما انا ابتدى اركز ان انا اطلع محتوى لمجمون معين بتكلكع وبتبعد عن الناس